يعرف وتابعني هنا قلت قلت له هذا الكلام قبل شهرين ولا ثلاثة قلت له إنكم ترتكبون خطيئة كبيرة جدا إنكم تساعدون فاغنر وفاغنر هذه راي تمولها لإمارات راي لا ثقة فيها حتى لو افترضنا تثيقه في الروس بالرغم أنه فيش واحد عاقلي ثيق في الروس ولا في أي قوة كبرى لأنها قوة إمبريالية قوة استعمارية لكن حتى لو افترضنا أنكم تثيقوا في الروس راهوا دعمكم للطغم في مالي والنيجر ودعمكم خاصة لفاغنر راهوا ضد المصالح الجزائرية وراهم سينقلبون عنكم خاصة أن فاغنر المموّر الرئيسي انتحى الإمارات من يقاتل مع حميدتي في السودان؟ فاغنر باقي نقرأ لكم في المقال يقول لك أن الإمارات تدير كما تدمر السودان اليوم تريد تدمير الجزائر طيب أنتم راكم أنتم اللي جبتوا فاغنر ودخلتوه من طام الراس والفيديوهات موجودة وتكلمنا عليها في وقتها والآن تقول لي الإمارات ما يفاغنر تعالإمارات التمويل الرئيسي لفاغنر يأتي من الإمارات الإمارات استخدمت فاغنر في سوريا مع الروس استخدمت في السودان استخدمتهم في ليبيا استخدمتهم في دول إفريقية وين كان الذهب؟ وين كان مصالح؟ وين كان الماس؟ جيل فاغنر الإمارات تتمول الذهب اللي تسرقوا فاغنر وين يروح؟ يروح لدبي وأبوظبي قاسة من يديروا ما بين أمراء ومشايخ الإمارات وجماعة فاغنر بش يبيضوه فالقاور وهم داروا كارثة داروا كارثة وهم يدعمون في فاغنر وفي حكام مالي وحكام النيجر الإمارات قنعت حكام مالي وحكام النيجر أن النظام الجزائري ضدهم وأنه يدعم في أزواد الأزواديين متأكدين وعندهم أدلة وعندهم عناصر مسجونة داخل الجزائر وشافوا طائرات درونز جزائرية تقصف فيهم وتجوع فيهم وهناك عشرات الآلاف من الأزواديين لا يجدون ما يأكلون والله بعثوا لي بعض إخواننا من هناك قالوا لي الوضع مؤلم جدا أطفال صغار يموتون نجوعا لا يجدون ما يأكلون الجو بارد جدا في الليل ونفشت في نهاية المطار حتى هم كنا هناك في الجنوب وحتى بعضهم قالوا لي يليت تلقي كلمة عن الجزائرين اللي يقدر يساعد خاوتهم الأزواديين اللي رأهم مرميين في الحدود رأها الوضع مؤلم جدا جدا لعشرات الآلاف وهون نقول لإخواننا ما تقدرش تصل إلى فلسطين نروحوا لتام الراس تعاون خاوتك فيه في الأزواديين اللي رأهم بعشرات الآلاف إنسا وشيوخة وأولاد مرمية طبعا الشباب رايحين مع المنظمات المسلحة تاحهم وهي معروفة وعندها نظام جزائري يعرفهم معنى مش مشكلة زمان يعني قبل ما يدور عليهم